وعلى اللواء اليحيى منح نحو 233 ألف تصريح حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين إضافة إلى أكثر من 73 ألف تصريح لمن لهم عمل متعلق بخدمة الحجاج أيضا فيما يتعلق الآن التصريح الحجاج الآن تصريح الحجاج من الداخل عندنا تصريح الحجاج من الداخل سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين عندنا إجمالي التصريح التي صدرت للسعوديين المجموعة 123 ألف و415 المقيمين 109 ألف و12 أي بزيادة عن العام الماضي بزيادة السعوديين 16 ألف و229 الوافدين 15 ألف و740 حج هذه الزيادة أيضا لها تأثير على الحركة التشغيلية داخل مشاعر مقدسة أيضا من الأعداد التي تأخذ بالاعتبار تصريح التنقل يعني نحن لدينا أشخاص من سكان العاصمة المقدسة مكة المكرمة أيضا ممن لأعمالهم علاقة داخل مكة المكرمة لعمل تنظيمي الحقيقة عادة التصريح التي منحت لمن لهم عمل يتعلق داخل مشاعر 73 ألف و488 وثمانين